وكان يكرمه غاية الإكرام ويقال أنه في فترة كفالته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما تضيع الإبل بتاعته في السحرة ساعت تضيع منه إبل في السحرة يوم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الخارجين ليبحث عن إبل جد فما يخرج النبي إلا ويأتي بالإبل ببركته من وسط السحرة فمر من المرات تاه النبي تأخر وتاه في السحراء واللي يتوه في السحراء كأنه غرق في البحر بالزبط السحراء لي عملا زي البحر ممكن الإنسان يهلك طالما مش عارف الاتجاهات خلاص ممكن يفضل ماشي كده لحد ما يهلك من العطش والجوع ويموت فته في السحراء يعني ضل طريقه فأرسل الله لو سيدنا جبريل فأخذ بيده وسقاو إلى جده وعشك كده أشار في القرآن في قوله ووجدك ضالا فهدى يعني ووجدك تائها وأنت طفل صغير فهدك إلى جدك حتى تنمو وتنزل عليك الرسالة فيهدي الله بك الناس يبقى ضالا من ضمن معانيها إنه إيه ضل الطريق ولها معاني أخرى في لغة العرب ووجدك ضالا يعني إيه لما قالوا في قصة سيدنا يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين يقصده إيه مش الضلال اللي هو الكفر لأن أولاد يعقوب كانوا مسلمين مؤمنين يقصده ضلال مبين يعني إيه يعني في حب شديد ليوسف قد يجعله يظلم بين أولاده فلا يعتم فالضلال هنا معاني الحب الشديد الذي يعمي مش يقولك الحب يعمي ويصم وعينه إيه الحب عن كل عيب كليلة يعني إما تبقى محب كده أو تنزل لأي حاجة لا ترى فيها إلا الكمال يا أخي عشان كده مهما تعمل في أمك عشان بتحبك سبحان الله يا أخي تلتة مثلك الأعذار ومتزعلش منه عشان بتحبك لكن لو عملت ربع اللي بتعمله في أمك في صحبك ولا ده يتبرى منك لأن عين الحب تتحمل وقل